أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من السادسة والحقيقة يمكن تأكيدا على كلام سارة والمركز رقم 38 عالمين للنادي الأهلي بيحتلوا أكبر من كبار كتير وأكتر من أندي كتير جدا ولو حسبتها بحسبة بسيطة عشان هي قالت أمثلة نادي والاتنين أنت قلت أرسنل قلت أيندهوفن والليل الفرانسي بس خلينا نقول لها ومبسطها للناس كده لو بصنا على أكبر خمس دوريات في العالم كله الألماني الأسباني الإنجليزي الإيطالي الفرنساوي هل نتكلم على تقريبا مئة نادي فلما تعرفي أنه النادي الأهلي بيحتل المركز 38 عالميا معناها أنه بيتفوق ده لسه غير أندات ده لسه غير أندات أمريكا الجنوبية فأحنا بنتكلم الحقيقة أنه النادي الأهلي بنجاحاته وبأبطاله وبنجومه قدر يحط اسمه فعلا وقاولا بين الكبار خليني بس أوف مع حضراتكم لأنه احنا بنحتفل بكاس مصر مبارح أنا عارف أنه جماهير النادي الأهلي يعني ما بتخلص خطوة بتبص على العشر خطوات اللي جايين وعارف أنه جماهير النادي الأهلي من دلوقتي بتبص على بطولات الموسم الجديد وأولها وأسهلها يكون السوبر المحلي والسوبر الإفريق إن شاء الله بناسبة لقاءات السوبر دايما بتعتبر ضمن مباريات الموسم الجديد مش مع الموسم القديم صحيح الأهلي كان بطل دوري أبطال في نسخة الأخيرة وبطل دوري المصري في نسخة الأخيرة والكاس كمان بس البطولات السوبر دايما بتحسب على بدايات الموسم الجديد لكن خلييني أقول لحضراتكم أنه جماهير النادي الأهلي شغلها جدا موضوع التدائم والصفقات وخصوصا طبعا إنه فترة القيد بالنسبة النادي الأهلي بعد ما خلص بطول الدوري الأبطال كانت دايئة نسبيا يعني وبالتالي عايزة طم من جمهور النادي الأهلي بداية إحنا جايلنا تمانية دوليين يعني بدر بنون من المغرب لعيف رجاء ورجاءه بطل المغرب وبيعف المنتخب المغربي عندنا خمسة من النجوم النادي الأهلي اللي كانوا معارين في الخارج كلهم دوليين وكلهم منتخب أوليمبي أبطال أفريقيا وفي مراكز مختلفة سواء نصر ماهر سواء صلاح محسن طهر محمد طهر أكرم توفيق وأحمد بكهم وكمان محمد شريف وبالتالي إحنا عندنا على مجموعة الأبطال والنجوم الكبيرة اللي حققت لنا السلسية السنة دي إضافات مهمة جدا ومن العيارة التقييل عشان كده بس نبقى متطمنين هل ده معناه أنه الأهلي أفل باب الصفقات وأحمد ياسر ريال لو كنت نسيت أقوله طبعا نجم كبير جدا وأنا أتعقى على أحمد الحقيقة مستقبل كبير جدا لكن هل ده معناه أنه الأهلي أفل باب الصفقات وأفل فكرة تدعيم الفريق لا على الإطلاق الحقيقة فيه بس مهلة أعتقد أنها مهمة جدا للنادي والمسيماني لأن المسيماني كمان محتاج ياخد فترة يتعرف فيها أكتر على خضرات الصفقات الجديدة على العائدين من الإعارات يبتدي يحضر ويحدد المراكز اللي محتاجة دعم من وجهة نظره بشكل كبير جدا ويبقى عند النادي وقدرته فرصة كافية للتفاوض عشان يتم حسب الصفقات أو احتياجات مستر مسيماني مع الفريق في المسيم الجديد فأطمن حضراتكم بشكل كبير الناس كتير قوي كانوا بتسألني على سيرينو سيرينو طبعا بعد غلق باب القيد كان فيه مفاوضات ومحاولات جدا من نادي الأهلي لكن لم تتكلل بالنجاح لأنه كان فيه تشبس وتمسك من سانداونز باللعب لكن ده معناه أنه الملف تقفل لا ما تقفلش ومن الوارد جدا أنه سيرينو يكون بفانيلا الحمرة قريب جدا كل الاحتمالات مفتوحة بس مهم أن احنا نطمن حضراتكم